السلام عليكم في هذا الوقت حتى أنا دخلت لإيطاليا طبعت الفيزا في شهر 10 ودخلت واحد في شهر 11 لكي نخدم في الفلاحة طبيعة الحال في الجنوب بالضبط في كاتنزارو في 2007 من 2007 لدابا ردست 15 عام تبارك الله المهم في الجي 3 يعني طلعت هنا لإيطاليا ومشيت لكاتنزارو لكي نغير الفلاحة فقط والبيع عشرة يديروه المغاربة ويديرو السواق ولكن الخاص بطبيعة الحال يكونوا عندك ورائقات وكتدير البيع عشرة إما كتشري كاميو صغير المهم يعني الحاجة اللي موجودة والخدمة اللي موجودة العمل اللي موجود وهو الفلاحة وجينا على أساس الفلاحة لأن الكنترا اللي عندنا فيها وحل العقد الموسمي ديال 9 شهر مشينا بشي خدموا الفلاحة أشنو اللي كان موجود أشنو اللي لقينا في الفلاحة حاليا لقينا الزيتون يعني جني الزيتون وخاما عمرني جنيه الزيتون في المغرب لقينا جنيه الزيتون لقينا الليمون لقينا البسباس كيتكربل البسباس وكيتكربل أيضا الفول في المغرب لم نكن نديرو هذا ولكن في الجينة ضروري خاصة تستطيعوا يعني ملزموا مجبر أن تستطيع هذه الخدمة ولا ما غاديش تعيش في الجنوب يعني في هذه المناطق الفلاحية لأنها هاتش اللي كين ما خدمش في الفلاحة ما عندك مدير وما عندك شيء يعني انتم مخير ما عندك حتى بذيال ضروري تخدم في الفلاحة وتخدم ذلك الشيء الموجود حتى وإلا فكرتي مثلا طلع من تمك عن شيئ حد في العائلة في الشمال كان حسن ولا مثلا في وسط إيطاليا من الأحسن عواض ما تبقى في الجنوب لأن كين الفلاحة بحدة هذه نصيحة الإخوان نصيحة لأي واحد مشال الجنوب بعقد عمل ومالقحت حاجة من الأحسن يطلع يخدم هذا الشهير ولا شهرين يدير في جيبه واحد خمسمائة أورو ولا ستمائة أورو ولا ستمائة أورو ويطلع للشامل فهمتون يا الإخوان المهم كان زيتون كان ليمون كان البسباس كان الفول وكان يعني ستجيو معه البرد قد قد كان شلاذا كان الشيفرون أو الشيفرون في بعض المناطق هنا كنقلوا لي كافول فيوري وكتلقى القوق يعني هذا الملك يكون في هذا الموسم الفلاحي ويكون البرد بزاف وكتلقى لأنني أتجني الليمون ومعمرني أتجني الليمون في المغرب أو زيتون يعني ما أتجني فلاحي في المغرب ولكن في الجيد هنا يعني ضروري خصني ندير هذه الخدمة لأنني أتجني الليمون وكالبرد وكي كندة يعني هذا الشيء مندي كنبدو مع السبعة لأنني أحييض الليمون كي يهبط لي الماء مع إدي من هنا وكي يهبط لي مع دراعيرج وما كي يهبط كنلقى البوط عندي عامر ما المهم هو الصبر الإخوان اللي بنوصيكم عليه الخدمة وصبر حتى الضيباني على رأسك وطلع سواء جيتي بعقد عمل اللي هو موسمي ولا في الوراق طلع حيض من تم لأنك إلا بقيت تم غدا تبقى تخدم غير الموسم فقط حاول أنك تبدل ما هو أحسن سواء جيتي بعقد موسمي ولا عقد دائم خديتي الوراق ولا ما خديتيش طلع من تم حاول أنك طلع للشمال فين كتواجد أو فين كين فرص عمل أخرى ومشي غير فلاحة هنا في الشمال ممكن تلقى الفابريكات الشركات تلقى يعني المكاتب تدير فيه من النظافة والعمارات كانت عندك حرفة تلقى حرفة إما في حلاق أو بلومبي ميكانيك عندك حرفة مطابع الحال سواء في النار وعندك وراق أو ما عندك الوراق المهم الشمال ستصن من الجنوب والجنوب تلقى غير فلاحة هنا كيفما قلت لكم كين فرص العمل وهي بزاف خصوصا لكي تأخذ الوراق يعني عندك حضوض وآمل كثير أنك تلقى عمل في الميدان أو القطاع اللي فينت أو الحرفة اللي عندك وأيضا وأيضا وخما ما يكونش عندك حرفة وما عندك الوراق ممكن أنك تخدم يعني كين حضوض وآمل كثير وهناك تلقى الفلاحة في الشمال أيضا كين الفلاحة ولكن قليلة كين الفلاحة ماشي بحل الجنوب الجنوب بشنق النفي في الليمون والزيتون والخضروات والفواكه إلى آخر هنا الفلاحة اللي كين في الشمال كين قلقوا المراعي قلقوا الكوريات قلقوا يعني الأعشاب يعني قلقوا كي يكلوا البهيم يعني كي يكلوا الأبطار كي يكلوا فهمتنا إخوة قلقوا قلقوا الروز يعني هنا لا يحتاجوا ليد العاملة التي هي كثيرة بزاف ويعتمدوا على الآلات فقط للحرط وأيضا للحصات أما في الجنوب كتخدم ولكن غير في الفلاحة المهم خدمة الموسم حاول تطلع لأن الخدمة في الجنوب موسمية فقط وغير مناسبة كيفما نقول فهمتنا يا إخوان هنا في الشمال كتلقى كين فورص بزاف ديال الخدمة في النظافة كيفما قلت لكم في تجد باتنتين ومولات وكلاك تجد بيرمي ممكن أن تسوق كمية ودير السوق المهم الجنوب لا يحتاج إلى فلاحة هنا هنا فورص العمل فورص الشغل والتي سنوصل وهو أنك إذا خدمتك شهر لشهرين فجملك فلوس وطلع عند شخص من العائلة وقد تطلع عند شخص من العائلة من طبيع الحال ستعود على رأسك لا يوجد أن تجد وراء ومحضة ومحضة سيلاح لك الفيزا ستبقى راقد لا تخرج وضبع على رأسك وخدش عند أخوك أو عمك أو أخطك حاول أن تخرج وضبع على رأسك وتسكن مع الدراري لكي تضبع على رأسك إذا كانت ناعس وخدامة ستبقى ناعس ونصدق على رأسك من الأحسن وكانت نصيحة لأي أخو أخو أو أخو والأخو أخو لأنه يحاول أن يسكن مع الدراري لكي تقوم برأسك لكي تقوم برأسك ويقوم برأسك ويقوم برأسك إلى مكان لكي يجب عقد محدود أو لكي تصدق من الأشياء يدبر على رأسك كي يتواصل مع الناس يتساطح ويتلقى مع الناس مغاربة يخدمون تفتح قانون مثلا للصناتورية يكون يتواصل مع الناس إذا بقيت يراغد عند أخوك والذي عند أخذك لا تقرأ هذه نصيحة مني خرج قلب لك على بوستوليتو درع قلب على خدمة تواصل مع الناس مغاربة مطابق الحارة المغاربة في أول مرة في جيالك تجيال هنا الإيطالية لكن أنت لم تعرفتها المغاربة هم الذين يوريك المغاربة هم الذين يخدموك تتواصل مع المغاربة ومن بعد شوية بشوية عاد كتبدا تفهم وكتعرف مين تدخل و تخرج ويعني إذا كانت قانون ذي الوريقات كتصيبوا ريقاتك كتعود خدام كتعرف اللغة كتتحك وكتتواصل مع الطاليين شوية بشوية كتتجمع رأسك وكتخدم وهتى دبرت على رأسك فمتوني الإخوان غير هو العام الأول فش غادي تجي راقيين واحد ضروف اللي هي صعيبة وخاصة تصبر أنا ما بغيش نخوف شي واحد ولا أنه نقولي ولكن كتبقى المفاجأة فش غادي يجي هنا إن شاء الله خاصك تعرف بلا راقيين ضروف صعيبة واختجي عند خوك ولا أقرب الأقارب لك شنو غادي نقولك غادي خاصك تعول على راسك وربي كبير خاصك تعول على راسك وربي كبير ودبر على راسك وكيف ما قلت لك كنت في الجنوب حاول تطلع للشمل لأن الخدمة تم راهر موسمية فقط فمتوني وكان غير الفلاحة إلا طلعت الشمرة كان فرص يعني كان فرص للعمل وحضوض وآمل كثير إخوان لاعقوا نوعكم ونرى الفيديو قادم إن شاء الله ونرى الفيديو